اهلا سهلا بكم في قناة مكسبنا النهاردة اول فيديو على القناة الفيديو ده هيتكلم عن معنى الربح من انترنت وهيكون اجابة على التساؤلات اللي موجودة كتير على اليوتيوب هو ان الربح من انترنت حقيقة ولا نصب سهلا في الناس بتربح على الارقام اللي موجودة فعلا دي ولا لا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن خطوط عريضة لكن مهمة جدا عشان تفهم الناس بتكسب ازاي بتشتغل ايه وبتعمل ايه لازم بتتابع الفيديو بكل دايقة منه بس قبل ما نتابع الفيديو احنا هنتكلم عن الحاجات اللي فعلا مفيدة لكن قبل ما ابدأ احب بحط خطوط بس حوالين الحاجات اللي محاول ما تقرب لهاش او تفهم فيها لو شفت حد بيتكلم عن استثمار الاموال في شركات الاستثمار روابط الريفرال او الاحالة اضغط على الروابط الفلانية وهات ناس عشان تكون شبكة والكلام ده كله الربح من النقارات خش على الموقع ده اتفرج على الاعلانات وهتاخد مقابل الحاجات كلها ابعد عنها ما تقربش منها ما تضيعاش وقتك فيها معظمها نصب ولو مش نصب بتضيع وقت كتير جدا فيها عشان تاخد مقابل لا يذكر خلالنا نبدأ النهاردة ونجابع التساؤلات ونشوف ايه الفعلا الحاجة المفيدة والحاجة المش مفيدة وازاي نبدأ صح وازاي نبني لنفسنا مشروع صح كمل الفيديو للاخر اعمل سبسكرايب فعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجاية يكون مفيدة جدا واعمل لايك للفيديو لو عجبك وشير عشان تفيد اصدقائك يلا بنا نكمل الفيديو اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة مكسبنا الفيديو ده مهم جدا لان في ناس كتير بتسأل يعني ايه الربح من انترنت والكلام ده فعلا موجود اصلا ولا لا والموضوع ده نصب ولا حقيقة النهاردة ان شاء الله هنشرح كل شيء بالتفصيل وهنشرح ايه هي الطرق اللي نقدر فعلا نجيب منها فلوس حقيقية على النت والتي تعتبر مشروع اونلاين اه بدون تضيع وقت وبدون نصب وبدون ما نمشي ورا افكار مش هتجيب لنا عائد كويس او هتضيع لنا وقتنا او كل الهدف منها ان هي هتجيب زيارات اه او ضغط على روابط عشان صاحب الفيديو يكسب منها هنشرح ان شاء الله كل شيء النهاردة مفيد مش طبعا كل شيء موجود على الانترنت لكن كل حاجة مفيدة بالترتيب من الاضعف ارباحا الى الاقصى ارباحا وان شاء الله هيكون اا اخر حاجة نشرحها هي دي اللي هتبقى فعلا مشروع حقيقي على الانت واللياريت الكل يركز عليها واني وصلها بازن الله. قبل ما نبدأ اا عايز اقول لحضراتكم ان ده موقع الموقع الخاص بالقناة. الموقع يكون ان شاء الله اا عليه كل شيء لعلاقة بالفيديوهات اللي هنشرحها سواء اا طرق صفحات اا كورسات برامج. اا ياريت اللي حابب يبص على الموقع يشوف لو في حاجة مفيدة تقدر تفيده. ولو في حاجة معينة محتاج يعرف ازاي ينزلها او يسلطبها او شرح ليها يسيب لي تعليق في الكومنتات وانا ان شاء الله في اقرب فرصة هامله فيديو او هجمع مجموعة من الشروحات المرتبطة اقول لها علاقة بعضها وعمل لها لايف او شرح فيديو مخصوص لوحدها وانزلها على القناة في اقرب فرصة بازن الله. نبدأ الشرح وابل ما نبدأ كوبات القهوة الجميلة بتاعتك فضي نفسك رواء دماغك وافهم كل دقيقة من الفيديو عشان تقدر تعرف ايه هي الحقيقة. ولو ناوي تشتغل على الانترنت تعرف تبدأ في ايه وتركز في ايه وتهيق عقلك ازاي ان تبقى دا بالنسبة لك عمل حقيقي تجيب منه فلوس. يلا بينا نبدأ. في البداية عايزين نتكلم عن السؤال اللي الناس بتطرحه كتير. ايه هو الربح من الانترنت? وهلا هو حقيقة ولا لا? طيب. الربح الانترنت ده هلا هو نصب? ولا هو فعلا مصدر للاستقلال المادي? الاستقلال المادي اللي هو ان انا يبقى ليا عائد او مصدر دخل من الانترنت يغنيني عن العمل اا مع اي حد او في اي وظيفة ويبقى ليا مصدر دخل ثابت ومتغير او ثابت وطويل الاجل. بحيس ان انا محتاجش لحد. وهل فعلا الناس بتربح ارباح عالية من الموضوع ده ولا لا? الحقيقة وراء الربح الانترنت. خلينا متفقين ودي جملة انا شفتها على فيديو لحد احض في المحتوى العربي. الجملة دي فعلا اا مسكت في دماغي او سماعت معي قوي. هو ان ما فيش حاجة اسمها الربح من الانترنت. الربح من الانترنت انت لو داخل عشان تشوف طرق تربح فيها من الانترنت ببساطة. اا انت بتحط نفسك تحت دايرة النصب الاستغلال. انما في حاجة اسمها العمل على الانترنت. خلينا متفقين ان انت داخل تعمل لنفسك مصدر داخل فبالتالي انت داخل تشتغل فبالتالي هيبقى فيه تعب ومجهود. لكن طبعا 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 في فرق كبير بين التعب ومجهودك على الانترنت والتعب ومجهودك على الارض الواقع. يعني انت لو عايز تعمل مشروع على الارض الواقع بياخد منك وقت ومجهود وجاري كتير جدا عشان تقدر توقف على رجلك وتعمل مشروع دا ويبدأ يدخل لك مصدر داخل. بياخد منك وقت ووقت كبير بالشهور ومجهود عالي جدا. اللي بتعمله عشان على الانترنت عشان توصل للنقطة دي او ان انت نفس الهدف ده بيكون بمجهود اقل كتير طبعا ووقت اقل كتير وبالتالي بيبقى اسهل شوية وفي نفس الوقت اوسع نطاقا ان انت هتوصل لناس اللي انت عايزها سواء جوة بلدك او بره بلدك وتقدر تجي منهم فلوس حقيقية زي ما انت عايز. وطبعا كلها هنشرحوا وايه هي الطرق وازاي ومنين وافكارها ايه? زي ما تكلمنا طبعا ان الربح من الانترنت ده حاجة ما احنا مفيش حاجة اسمها الربح من الانترنت فحاجة اسمها العمل على الانترنت واكيد طبعا بيكون من منزل او ممكن تعمل لنفسك مسلا استوديو لو انت هتعمل موقع بتاع فيديو بتاع قناة على اليوتيوب او 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 قوضة خاصة في الدوشة وتبقى مركز بالتالي ممكن نقول عليه عمل من المنزل او اا يعني عمل من مكان خاص بك انت كل اللي انت محتاجه في العمل ده هو كمبيوتر اا اتصاب الانترنت رواءان بال مش عايزين بقى دوشة حوالينا وتبقى مركز اللي انت بتعمله كلام من ده وتختار ودي اهم حاجة تختار طريقة تشتغل بيها وتركز عليها جدا جدا جدا. من اول اسباب الفشل في اللي عمل على الانترنت هي انك تختار طريقة تبدأ تمشي فيها وتقول لها اجرب ترجع تلاقي طريقة تانية ممكن تجيب لك فلوس اكتر فتقول لها ده انا هاسمني من الطريقة دي واجرب الطريقة دي فبالتالي انت بتشتت نفسك وما توصلش لهدف من بدايتك في طريقة معينة فبالتالي بتحس في الاخر ان الموضوع مش مجدي اختار الطريقة خليه قدامك هدف لحدد لنفسك اهداف بسيطة كل ما توصل لهدف احط النفسك لهدف اللي بعده خطوة بخطوة لغاية ما تنهي الطريقة وتبدأ تجي منها ارباح وتبقى طريقة ثابتة معك بتجيب لك عائد ثابت بعد كده دور على الحاجة غيرها واشتغل فيها. انواع الطرق وانواع الربح او العمل على الانترنت زي ما تكلمنا هي كالتالي. هنبدأ من الطرق البسيطة اللي بتجيب لك فلوس قليلة لكن سهلة الى حد ما. وهي تقديم الخدمات او الوظائف الصغيرة. في مواقع بيتقال عليها مواقع الوظائف المصغرة. ايه هي مواقع الوظائف المصغرة? اللي جاء مواقع الماكرو جوبز. كل اللي بيحصل ان سيم من الناس سيم مسلا محمود يدخل على الموقع اياه من حساب ويقول انا عايز مسلا الف واحد يعمل لي ايميل جيميل. كل واحد هيعمل لي ايميل هياخد عليه خمسين سنت. انت كراجل عايز تكسب من ان الناس بتخش على المواقع دي وتنقل الوظيفة اللي انت ممكن تعملها. هتخش تعمل ايميل جيميل وتديل الراجل ده فهتاخد منه خمسين سنت. بوضوع بسيط جدا ومش محتاج اي شغل لكن العقب بتاعه بسيط طبعا. والوظائف ممكن ما تكون ش كتير فا يعني ما بتجيبش الفلوس المفروض انت داخل على الناس عشان تقدر تشتغلها. يعني لو انت مسلا ما معكش راس مال او ربح وعايز تبدأ بحاجة بسيطة. تقدر تخش على موقع الوظائف المصغرة دي. وتعمل حساب وتشوف ايه المطلوب وتعمله. احيانا كل اللي بيطلبون ان انت بتخش على موقع معين تعمل حساب. ويطلبوا منك اثبات من جوة الموقع ان انت دخلت. تجيب لهم الاثبات ده. اه تبعت لهم في خلال كم ساعة بيراجعوا الطلب بتاعك انت فعلا عملت الحساب ولا لا. لو اتأكدوا بيحول لك فلوسك في حزرك. بتعمل في اليوم بقى عشر اه وظائف عشرين وظيفة على حسب وقتك. ممكن تعملك في اليوم مسلا بتوصل لغات عشرة دولار. جميل. من اشهر مواقع الوظائف الصغيرة او المصغرة اللي موجودة على الانترنت واللي فعلا لها مصداقية وبقى لها كفترة كبيرة وانتشغال عليها. موقع ده بتخش تعمل عليه حساب عادي جدا. تخش تلاقي قائمة وظائف. مطلوب منك تعمل كزا. مطلوب منك تعمل كزا. مطلوب منك تعمل كزا. ايميل. هتبص على الموقع. هتترجم. هتعمل ايا كان الوظيفة اللي مطلوب فيها. كل وظيفة لها سعر منفصل. بيطلبوا اسباتات ان انت عملت ده او الوظيفة دي. بتخش تعمل الوظيفة. تبعت له من انت عملتها. تبعت له من الاسبات اللي هم عايزينه. بالتالي بيحول لك فلوسك بتبقى برضو زي ما قلنا مقدر قليل. اه خمسين سنت دولار دولار ونص بحد اقصى يعني. في موقع تاني. والموقع الثالث. المواقع دي كلها مواقع وزائف مسغرة. دايما بتخش تلاقي عرض معين من وزائف بتخلصه وبتستاني لغاية ما انزل الوظيفة تانية. كبداية او كبداية ان انت تتجرب يعني ايه شغلة على ان الانترنت ممكن تدخل هنا وتجرب الحاجات دي بس انا ببرجحش لان العقد بتاعها بسيط جدا وبالتالي انت بتضايع وقتك وموجودك في حاجات ما بتجيب لكش عقد كويس. انت ممكن تعمل الكلام ده في حاجة احسن. نشوف النوع التاني معنا النهاردة. تاني حاجة معنا في تقديم الخدمات هو الخدمات المصغرة. والخدمات المصغرة او دي عبارة عن ان انت شخص عندك موهبة مهارة حاجة بتقدر تعملها بتخش على مواقع للخدمات المصغرة دي بتعرض خدمتك. ايا كانت هي ايه? عرفيا ايا كانت بتعرف تغني بتعرف تصمم تشيرتات بتعرف تصمم مواقع عندك استعرض تلبس تشيرت عليه اسم الشركة وتمشي بيه في الشارع عندك استعرض تنزل تسأل زماء جيرانك على حاجة معينة وتقول لهم تقول لصاحب الجباة دي عليها اللي هو طلبها منك. ايا كان انت هتقدر تقدم ايه? بتدخل على مواقع دي. تعمل لنفسك بروفايل محترم صغير. وتخط حاجة اسمها جج او خدمة. انا بعمل واحد اتنين تلاتة. خدمة دي مقابل خمسة دولار عشر دولار عشرين دولار سبعين دولار ايا كان الرقم. انت اللي بتحدد الرقم. اللي بيخش الموقع ده وعايز الخدمات دي بيتدور على الخدمة بتاعتك. لأك بيخش يتفق معك تعمل له الخدمة يديك المبلغ اللي انت حطيته. الموضوع بسيط جدا ومنتشر. ومن اشهر المواقع في الخدمة دي. في المحتوى الاجنبي ان اشهر مواقع موقع فايفر. موقع فايفر ده موقع خدمات مشهور جدا جدا جدا. اه نشوف مثلا من انواع الخدمات اللي موجود عليه ان اه اه قادر اعمل لوجو. الناس بتعرف تعمل لجوهات المواقع. في ناس بتصمم مواقع عن طريق اه سكريبت اسم الورد بريس. اه الفويس اوبر ان هو يديك مسلا فيديو او حاجة وانت تعلق عليها بصوتك وتقوله. اه الفيديو اكسبلينر اه اكسبلينر ان اه مسلا ان يجيب لك فيديو عن منتج معين وانت تقعد تشرح او حاجة معينة وانت تقعد تشرح الحاجة دي عن ايه ومش عارف ايه طبعا بلغتك وباسلوبك. اه ادخال بينات اه ترجمة اه بوك كفر تعرف تعمل بوك كفر طبعا كل دي خلنا مات ديجيتال لك ان احنا لو دورنا عليها مسلا لو دخلنا كتبنا مسلا اه سينجينج. سوري. انا رجل بعرف اغني. اه تلاقي هنا مسلا اميزنج سينجر في ميل فوكاليست سونج رايتر. يعني هي دي واحدة عاملة خدمة هي هتكون المغنية الخاصة بي. والا في ميل فوكاليست الصوت اه النسائي لو هو عنده منتج بيعلق ايه بصوت نساء والقلم من ده وبتكتب اغري في نفس الوقت. الخدمة دي خمستاشر دولار. ده برضو نفس القصة ده عايز يبقى مغني او بيقدم خدمة انه يبقى مغني وكاتب اغاني. باربعين دولار. لو دخلنا مسلا عن الخدمة بتوعته. او اربعين دولار. هتشوف بقى هو مقسم الخدمة نفسها لتلات اقسام. ان انا هعمل لك الخدمة دي. هسجلك الاغنية او الخدمة دي بصوته. في خلال سبعة ايام. اا اقصى حاجة تلاتين سانية. باربعين دولار. لغاية مية تمانين سانية. مية وخمسين دولار. لغاية تلتمية سانية بامتين دولار. وايس على كده اي خدمة ممكن تتعمل. ايا كان الخدمة انت بتعملها المهارة اللي تقدر تقدمها. بتعمل بها برضو كده. تلات بقى اا اقسام او تلات باكيجيات. وتحدد كل باكيج بسعر معين انت عايز تعمله. راجع انت تقدر تعملها اي خدمة ايا كانت. وتحط لها السعر اللي انت عايزه. وتعرضها للبيع. هيجي مشتري. خش الموقع. يلاقي الخدمة بتاعتك. يتصل بك او هتواصل معك. يحب ان هو ان انت تخلص للخدمة. تخلصها ولو وتاخد فلوسك. الطريقة دي في الربح بالانترنت. شغالة كويس جدا. والناس بتعمل منها مبلغ محترمة بتوصل للعشرين الف دولار في السنة. يعني بمعدل مسلا الف ونص تقريبا. او حاجة زي كده. ملف ونص. لا اكتر او 1800 دولار او حاجة زي كده في الشهر. ما بنوغ كويس جدا. اه وفي نفس الوقت ده يعتبر الشغل اللي هي فول تايم. يعني بيعملوا او سمعة كويسة على الموقع. يعني زي الراجل اللي احنا اخترنا ده. واخد اه من كترة من الناس اشترت وشافت معاملته وشافت الخدمة نفسها كويسة ولا لا. من الناس اللي اشترت هو باع سبعمائة تسعة وتمانين مرة الخدمة واخد خمسة ستار. طبعا دي حاجة كويسة جدا بتخلي اللي يشتري داخل علي هو طبعا لان الراجل ده واخد ستار ريت عالي فانا بخش عنده اشتري منه لانا مبسوط منه. واسط منه. فبيعل الريت بتاعه فالرجل ده بيعمل ارباح محترمة على النت. وطبعا مش دي الخدمة الوحيدة بتاعته اكيد بيعمل خدمات تانية بحسابات تانية. فهي طريقة كويسة جدا اه ومريحة الناس معينة اه ناس كتيرة ترتاح فيها وبتحب تشتغل بيها. نيجي بعد كده للطريقة اللي بعد كده. القسم اللي بعد كده قسم الفريلانس او العمل الحر. وده الى حد ما مشابه للخدمات. لكن مخصص شوية وليه اسلوب تاني اعلى شوية واكسر ربحية شوية. الفريلانس انت راجل عندك مهارة او بتقدر تعمل حاجة معينة زي مثلا الويب ديزاين اه الجرافيك اه ان انت تقدر بالترجم. عندك القدرة ان انت تنسخ ملفات بدي اف فتعملك ملفات ورد. يعني يجيب لك مثلا الف ملف بدي اف. عايز احاوله ملف واحد ورد او اكسل. تاخد بقى الكلام اللي جواتك في الملف ده وتقعد ضايع وقتك في انك اه او تستثمر وقتك بمعنى اصح في انك تاخد الكلام ده تحطه في ملف واحد. الشغل ده ممكن ياخد منك ساعتين تلاتة في اليوم. بيتفاع اليوم محترمة جدا. اه مهاراتك بيبقى العرض في المواقع دي عبر عن مهاراتك. انت مهارتك ايه? اه تقدر تترجم. اه تكتب محتوى مسلا او في المواقع. تقدر تخش تعمل محتوى عن موضوع معين. تتكلم عنه باسلوب كويس. اه تقدر تعمل مواقع انترنت. تقدر تعمل تطبيقات. تقدر تترجم. تقدر تكتب مقالات. ايا كان اللي انت بتقدر عليه. بتخش على الموقع ده تعمل حساب. تقول انا مهاراتي واحد اتنين تلاتة. والموقع نفسه بيقدم لك الوزائف المتاحة على حسب المهارات اللي انت دخلتها. مختلف شوية عن المواقع الخدمات. انت بتحط الخدمة بتاعتك والناس تجيلك تدور عليك. لو لقيتك بتختارك وبتتصل بيك. لأ. المواقع دي انت بتحط مهاراتك بيزهر لك قيمة جبات او قيمة اه وظائف. بناءا عن المهارات اللي انت دخلتها. فبتختار الوزيفة اللي انت عايزها وبتقدم عليها في وسط ناس كتير مقدمة. صاحب الوزيفة اللي حطها بعد ستة او سبعة ايام بيختار احسن واحد جايب له عرض. اه ولو انت عامل احسن عرض بيختارك انت تكمل الوزيفة. وفي اخر الوزيفة المدة اللي محددها سواء بقى كانت يوم اتنين اربعة عشر شهر. حسب اه الوزيفة هتاخد مع ك قد ايه? بيديك المبلغ المنتفق عليه اللي احسن احيانا بيوصل من خمسمية دولار لتلات تلاف دولار في الجبات الكبيرة. الجبات الصغيرة زي مثلا او نقل الملفات لملفات تانية او تجميع الف ملف اكسل في ملف واحد او كلام ده كله. بيوصل معك لسبعين دولار وتبانين دولار والشغلنا دي في بعض برامج بتعملها في دقيقة واحدة. طيب هي الناس دي ما تعرفش برامج دي اقول لك اه في ناس كتيرها ما تعرفش برامج دي. وفي ناس عارفة ومعندهاش وقت ان هي تعمل كده فبتأجر ناس عشان تخلص لها شغلها عشان هي ما تضيعش وقتها. انت بتخلص لهم شغلهم وبتستفيدوا هما بيستفيدوا. دي فكرة العمل الحر او الفريلانس. من المواقع بتاعة الفريلانس. فريلانسر وابورك وبيبل بير اور. المواقع دي مشهورة جدا ومسوقة جدا وان شاء الله هعمل عليها فيديوهات منفصلة ازاي تستفيد باقل مجهود من المواقع دي. يلا نبص على المواقع دي ونشوف ايه عاملت ازاي. ده اول موقع معنا. موقع ابورك. زي ما قلنا انت بتخش تعمل حساب بيسألك عن مهاراتك. عن ايه تقدر تقدم ايه خدماتك ايه دنيتك. ودي اعتقد دي الوزائف اللي ممكن تكون متاحة. دي ناس عرضة وزائف. تمام. دي ناس عرضة وزائف اه ان انا هقدر عامل لك كزا. زي خدمات فيبر مقابل كزا. بس هو من جوة الموقع نفسه انت لما بتقدم مهاراتك هو بيجيب لك بس دازم تكون عامل سان ان او عامل تسجيل دخوله عشان يجيلك الخاصية دي. يجيلك الوزائف المطلوبة في المهارة بتاعتك. بتقدم بقى ايه ايا كانت بتقدمه بتقدم كوب رايتن بتقبل ويب ديزاين بتقدم اا عمل تطبيقات ايا كان انت بتعمله. ايه موقع اي كوميرس ايا كان. بيقولك الوزائف الموجودة كزا وراح ساحب العرض عمل كزا. الموقع التاني برضو موقع مشهور كبير جدا. اا والموقع التالت واكسر موقع انا بحبه شخصيا هو فريلانسر. موقع بسيط جوباته كتير اا وبيبديك يعني ايه مع ايه بان انت تشتغل او تعمل اختبارات لنفسك وتقوي نفسك وتعلي البروفيل بتاعك. جميل جدا. يعني عملنا براوس جوبس مسلا. شوف الحالات المتاحة ايه. شايفين مسلا ادي نوع من انوال اا برمجة دي عشان دي برمجة. ده مسلا اا هو كل مطلوب ان هو تبني له. موقع. موقع بوردو بيس. ديكون في بلاجينج اا عن التور بوكينج. اللي هو الحجز للسياحة. موقع سياحي ده موقع حجز سياحي عازك تعمل له موقع عن الحجز السياحي في بلاجين. اا اللي طبعا عارفين يعني اا از يعملوه موقع بوردو بريس. عارفين البلاجين دي هي ايه. بلاجين ده بيتحط جوة الموقع بحيس ان الزائر يخش يقدر يعمل حجز لرحلات سياحية. مطلوب اد ايه? او هو هيدفع اد ايه في خلال الست ايام من تلاتين دولار لمتين وخمسين دولار. الناس اللي عندها خبرة في عارفة ان هي عندها قدرة ان تعمل موقع زاداف ساعتين. الموضوع مش صعب جدا. هو موضوع يعني ايه رس بيرس حاجات كده. في خلال ساعتين يعمل متين وخمسين دولار. فطريقة كويسة جدا طريقة سهلة وبتعامل فيها برضو ارباح محترمة جدا جدا. اا للناس اللي عندها مهارات او عندها حاجات تقدر تشتغل بها. طيب الناس اللي ما عندهش مهارات الخدمات والكلام ده كلها وعايزة تعرف الناس اللي بتهم الفلوس كتيرة جدا دي مش ما قولنا الناس دي كلها عندها مهارات. انا اكثر ازاي? هنيجي بقى لأعلى قسمين للرفح من الانترنت واللي يعتبر اسهلهم هو حاجة اسمها سي بي اي. يعني ايه سي بي اي? سي بي اي يعني كوست بير اكشن. ايه كوست بير اكشن برضو ما فهمناش? هو الدفع مقابل الحركة. الدفع مقابل الحركة ده عبارة عن ايه? عبارة عن الزائر بيخش موقع معين. يعمل حاجة معينة مطلوبة. فبالتالي انت بتاخد اعملتك لان انت كبت الزائر ده للموقع. تاني عشان الناس اللي ما فهمتش. معلن واحد عنده موقع. عايز مسلا الناس تخش تسجل عنده وتدي له اميلات. فبيروح لشركة من شركات السي بي اي. شركات كتيرة وهو عرضها دلوقتي. يقول لي يا شركة السي بي اي اي انا هتديك خمسة دلار عن كل واحد يخش يديني اميله. او يعمل حساب عندي في الموقع. شركات السي بي اي بتوظف عندها ناشرين. ناس زي وزيك. يخش وياخدوا العرض ده. يقول له. يقول للناشر لو كل او جبتلي واحد اي يعني عن كل واحد هتجيبهولي. يدخل يدخل اميله او يعمل حساب على الموقع ده. هتديك دولار ونصة او اتنين دولار. وياخدوا بقية الخمسة دولار. فبالتالي كل واحد انت توديه الموقع ايام الحساب. انت بتاخد عليه دولار ونص. تمام? السي بي اي هل هو نوع واحد او مطلب واحد او طلبين حاجة واحدة من الناس? لا. السي بي اي هي انواع كتير وبرضه هنبدأ من الاقل للاعلى. انواع السي بي اي اي هي السي بي ال او النوع فيهم واقل نوع فيهم. ايه هو السي بي ال? السي بي ال هو باختصار كوست بيرليد. كوست بيرليد باختصار شريك جدا انت هتخلي الزائر يروح لموقع المعلن. بس ما يعملش حاجة بقى ما يخصكش هو يعمل اهناك. المعلن كل اللي عايزه منك ان انت تبعط له ناس. وعن كل واحد هيروح له بيدفع مبلغ بسيط جدا وهو تلاتة سين بطل. لان في الوضع ده انت بتبعط له كميات. المطلوب منك تبعط له الف الفين تلاتة الاف كل يوم. فطبعا هو هيديك مبلغ بسيطة انه هيحزبك على واحد. واحد بس. فدي اعتبر اقل حاجة لها نسبة ربح فين في الكوست بير سيل. الكوست بيرليد قسر. تاني حاجة السي بي اي او الكوست بير انستول. كتير مننا لما بيخش مسلا على مواقع تحميل الافلام او اي مواقع مسلا بيخش عليها اللي هي تحميل الافلام مشاهدة فيديوهات اونلاين مشاهدة افلام اونلاين. بتلاقيه فتح له اعلانات كتير. ومن ضمن الاعلانات دي حمل البرنامج الفلاني. اه انت عندك مسلا فيروسات على جهازك. اه احذر جهازك عليه سيت وعشرين فيروس. فيطلب منك تنزل البرنامج لانتي فيروس اللي هو منزله ده. عشان تحمي جهازك. لو انت نزلت البرنامج اللي هو قال لك عليه ده. ده سي بي ال. سي بي اي. هو كده هيكسب منك على التحميل الواحدة من ستين دولار من ستين سنت لدلار ونص. ده نوع من انواع السي بي اي. النوع الثالث اللي هو السي بي ام. وده داخل فيه شركات كبيرة جدا دلوقتي زي شغلك انت. لو انت عندك قناة على اليوتيوب او الناس اللي بتعمل فيوهات على اليوتيوب. اه ادسينس اه وشركات تانية زي اه الموضوع? الموضوع يا بشا ان اه انا عامل اعلان انا بتفعلك على الامبريشن. هو كوستبر اه بي ام. السي بي ام ده او الدفع مقابل الظهور. على كل الف ظهور لاعلاني انا هتديك مثلا مبلغ خمسة دولار، اتنين دولار، تلاتة دولار على حسب البلد اللي ظهر فيها الاعلان. فاااا. انت بقى محظك. يعني انت لو الفيديو بتاعك شافه عشر تلاف واحد. اه وانا بدفع خمسة خمسة دولار على الالف يبقى انت كده هتاخد مني خمسين دولار عن العشر تلاف وهكزا. ده برضو نوع من الوع السي بي ام. وده لشي غالبية شركات كبيرة اوه زي جوغل اعلاناتها على اليوتيوب او في جوجل ادسنس الاعلانات اللي بتيجي في المواقع برا اللي انت بتشوفها يعني تبقى انت بتفرج على مواقع معين تلاقي اعلان في الجنب كده طبع جوجل ده جوجل ادسنس ده بيتحسب بـ CPM الـ دفع مقابر الظهور وده انواع من انواع الـ CBA اللي الناس شغل بيها وبتجيب مها ببارغ محترمة جدا طبعا مع الفيوهات العالية على اليوتيوب وكدام ده كله. انواع الـ CBA اللي بعد كده في حاجة اسمها ايميل او مطلوب منك ان انت تجيب لموقع العميل ناس تدخل ايميلها او رقم بريدي بتاعها. لو دخل ودخل الرقم الايميل او رقم بريدي بتاعه خلاص انت كده بتاخد عمولتك اللي بتوصل احيانا لدولار ونص على كل واحد. طبعا اضرب بقى انت جبت له ميت واحد في اليوم بتاخد مية خمسين دولار في اليوم. اه الموضوع يعني الاجتهادك انت وشغلك انت. وطبعا السي بي ايه ده كله او ازاي تشتغل في السي بي ايه? احنا نشرح بعد كده الكلام ده في القناة وان شاء الله هيكون شرحة مفصل. وهتعرف ازاي الكلام ده تعمله ببساطة جدا. الموضوع مش صعب لا فكرة. عشان ما تقولش عليك بسرعة كده هو نفس القصة برضو. لكن بدل ما تدخل الايميل انت بتخش تدخل رقم تليفونك. بيجي لك كود على التليفون. بتدخل الكود اللي جالك ده. شكرا. ودي بتيجي غالبا في مواقع الالعاب. لو دخلت لطلق اعلان انت تنزل اللعبة معينة وتنزل لك على تليفونك. بتدخل رقم تليفون. يجي لك البن. تحط البن بتاعك. خلص كده اه صاحب الاعلان. كسب منك. في بعض الدول بتوصل لدول اه تسع دولار. زي فرنسا والمانيا. لو انت عملت الاعلان ده لفرنسا والمانيا بتوصل معك لتسع دولار على كل واحد يدخل البن بتاعه. جميل? ومواقع السيرفي. مواقع السيرفي. الناس كتيرة جدا بتعمل منها فلوس. لكن انا ما بحبهاش. بصراحة. اه انت بتخش موقع اه او بيدي لك عرض تخش يقول لك كمل الاستفتاء ده عشان تكسب مسلا اه عروض او 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 بالف دولار من شركة كزا. زي امازون مسلا. لو كملت السيرفي ممكن تكسب قاسيمة بالف دولار تشتري بها حاجات من امازون. فيفضل يسألك في اسئلة كتير جدا جدا جدا. ممكن تقضر كلت ساعة يسألك في اسئلة وانت اللي مفوت ترد عليك. في بعض الحالات بتبقى هتكسب جفت كارد وفي بعض الحالات هتكسب مبلغ مسلا من خمسة دولار لعشرين دولار والكلام ده كله. اه انا ما بحبش من الوضوع السيرفي ده لان هو متغير دايما كده بتخشي الي اسئلك اسألك اسئلة شخصية وبعدين يحولك على مواقع تانية اسألك نفس الاسئلة الشخصية فانت بتدخل بياناتك في مواقع كتيرة جدا بتكسب ايه? بتشتغل ايه? بتروح فين? انت عندك كامعيل عندك كميم? مش حاجات كتيرة جدا كده بيتطلب بيانات شخصية. بره شغالة كويس وبتجي فلوس كويسة. لكن عند غرف مصر ما اعتقدش ان هي مفيدة او 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 ربحها كويس اوي. لكن انت لو هتشتغل في السيرفي ايه في السيرفي وهتسوق لبره مصر. اه بتاخد على كل واحد يكمل السيرفي تقريبا من اتنين دولار بتوصل لغاية عشرين دولار. على حسب الشركة اللي جابلك السيرفي. جميل? بالنسبة بقى الاخر نوع واهم نوع من انواع سي بي ايه ده انا هتكلم عنه بصفة منفصلة لان ده هو 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 نفس حاجة يعني نفس قسم تاني من الرفحة من الانترنت اللي هو القسم الاساسي واللي هو مشروع العمر فعلا من الشغل على الانترنت. القسم ده اسمه سي بي اس او الكوست بير سيل. الدفع مقابل البيع. حاجة هتبيعها هتاخد عمولتك. شكرا بيختصر شديد جدا. كوست بير سيل ده داخل تحكيه اقسام كتير جدا منها الافيليت ماركتنج. وخلينا في النقطة دي نعتبر نفسنا خلصنا السي بي ايه. يعني خلصنا السي بي ايه وشرحنا السي بي ايه كله. والسي بي اس اللي هو منه الافيليت ماركتنج ده ماركتنج مش سي بي ايه. فقبل ما نقفر ونخش في الافيليت ماركتنج خلينا نبص على شركات السي بي ايه المعروفة. يا ايه وشماها ايه عشان لو عايز تشترك فيها تبدأ تشترك فيها. من اشهر شركات السي بي اي اللي موجودة دلوقتي هي شركة سي بي ابلد. شركة فعلا دلوقتي رائجة وعرضها جميلة جدا وعرضها عالية جدا وفي ناس بتعمل منها ارباح محترمة. بس هي فيها عيب واحد ان هي صعب جدا تقبل انك تعمل حساب من مصر. فلو انت حابب تشترك فيها. في ناس موجودة على الانترنت بتعمل او خدمات من خدمات او الحاجات الموصوقة دي. تقدر تخلي حد يعمل لك حساب. تشتري منه. بتديك بيانات الحساب كاملة. تخش تغير البصوردة تغير البيانات بتاعتك. ويبقى عندك حساب المستقل بتاعك. بتشتغل زمان انت عايز. ده لو انت عملت حساب وما تقبلش. اهم نقطة في وانت بتعمل حساب. انه وانت بتكتب العنوان بتاعك لازم العنوان يبدأ برقم. رقم منزل. يعني مسلا اه عشرة شارع احمد حسين البيزة مسلا. لازم تبدأ الفورمات بتاع العنوان بتاعك يكون كده. رقم شارع وبعد كده بلد مدينة اه جمهورية. وبعد كده بقى انت وظروفك معرفش يعني هم فعلا ايه حساباتهم في انهم بقبلد حسابات اولاء اه معقدة شوية انا مش فاهمها الحقيقة. تاني شركة والشركة دي برضو معروفة جدا وقديمة وبسم الله مشاء الله وشغالها كويس جدا هي شركة سي بي اي ليد هي وشركة سي بي اي جريب. ميزة الشركتين دول ان هو القبل فورين. تعمل حساب انت تقبل لتخلص. وبيعمله حاجة اسمها بمعنى ان انت مش لازم عرض واحد وتروح لامريكا مسلا عشان تسوقه عشان تاخد الخمس دولار اللي بتيجي من امريكا. لأ. كنت انت ممكن تعمل محتوى مهم جدا فعلا الناس عايزة فعلا 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 زي مسلا ان فيه فيلم جديد لسه نازل من يومين. والناس هرتهاب لتفرج عليه. فتجيب الفيلم ده تعمله صفحة على الانترنت وان اللي يخش يتفرج مباشرة على الانترنت. وتخش بقى تعمل دعاية للموقع ده وان ادخل اه تفرج اه مشاهدة مشاهدة اونلاين الفيلم الحولاني على موقع كذا 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 على اليوتيوب او بتاعي. فلا يخش عندك هتحط يمت حاجة اسمها كونتنت لكر. قبل ما الفيلم يشتغل هتلاقي الصفحة قفل كده غمقت وطلع كونتنت زي ده كده. حاجة زي دي كده. هتطلب منه ان هو عشان يكمل الفرجة او يشوف الفيلم الاخر لازم يكمل عرض من عروض دي. العروض دي بقى الميزة ان هي بتطلع للناس حسب موقعها الجغرافي. ودايما بينقوا افضل عروض في الصف في الموقع يزهروها للناس. اعلى عروض في العائد. فممكن تلاقي مسلا اول عرض لها مسلا باتنين دولار. تاني عرض بدولار مئة تسعين. تلات عرض دولار سبعين. فتبدأ بقى اللي يخش عايز يتفرج على الفيلم فعلا فيبدأ يكمل عرض ده بسيط اي ده ده تطبيق هنزله يخش ينزل التطبيق على تليفونه وخلاص وشكرا واخلصنا يفتح يكمل الفرجة. في اللحزة دي انت هتكسب من اي حد يخش الموقع ايا كان هو منين. وحاطط له كمان اكتر من عرض ينقق منهم العرض اللي هو عايزه. فدي طريقة ناكحة جدا 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 للتسويق. وفي ناس بتعمل منها مبلغ محترمة جدا بتصل الالف ونص دولار في اليوم. لما تنقق حاجة فعلا شد الناس. وفي طرق نصب كتير في الموضوع ده في ان انت تخش تعمل العرض عشان يعني مسلا انت حطت قلت ان انت حطت الفيديو عندك او الفيلم عندك في الموقع ده والناس تخش تتفرج. فالناس تخش تخش تخلص العرض تيك تتفرج تلاقي فيلم مش موجود. فدي طرق من طرق الناس اللي انا بحبش بها الشغل بصراحة. ياريت لما تيك تعلن عن حاجة تبقى حاجة موجودة فعلا. اه حاجة قيمة فعلا اللي داخل عندك هيقدر استفيد منها. ايا كانت هي ايه قيمة? حتى لو هي حاجة مش حاجة قيمة. بس اللي انت قلته اللي داخل عندك يلاقي. ببقاش في لفخ ودوران في عروضك. اه كنت انت لك ورده موجود في التاري الشغلات على فكرة. سي بي ايه سي بي ايه سي بي ايه سي بي ايه جريب. اه بس سي بي ايه سي بي ايه جريب القبول فيهم فوري. هتعمل اه حساب هتتقبل على طول. الحاجة اللي بعد كده هنتكلم عليها والاهم حاجة ودي اللي عايزة تركيز فعلا هي الافليت ماركت. ماركتنج. الافليت ماركتنج ليه انواع. ايه هو الافليت ماركتنج? افليت ماركتنج هو عبارة عن بيع بعمولة. منتج مش بتاعك هتبيعه للناس عشان تاخد عمولتك اللي في بعض الحالات بتوصل لمية في المية. عرفيا مية في المية. طب انت يا عم انت اللي بتقول لنا ان الربح من الانترنت ما قلوش نصب? مين اللي هيرضى يديني المية في المية من المنتج بتاعه? واحد بمية منتج بعشرة دولار. هيديني انا هبقى هو له. هيديني عشرة دولار? فهو استفاد ايه? اه الناس دي اولا مش هبل عشان يديك تمن في تمن المنتج كامل ويقعد هو بل هو تعب ليه? اولا هو في منتجات بيبقى موجود فيها حاجة اسمها ابسيل. وفي منتجات تانية بتبقى باشتراك شهري. ايه هو الابسيل? الابسيل لان انا باعرض منتج بعشرة دولار. المنتج ده اللي بيخش يشتريه بيعجبه المنتج. فانا بعد ما هو يشتري منتجي ويتأكد ان هو كويس اقدر ارواج له بعد كده اربع وخمس منتجات اقل منتج فيهم بمئة دولار بمئة امتين دولار. يعني عشرة دولار ان انا راميتهم في الاول دول. يعني مش لازميني في حاجة. انا لازمني اللي هيشتري بعد كده. من المنتج? زي منتجات دي طبعا بيكون الكورسات. آآ منتجات تخسيس. منتجات يعني حاجات ديجيتال او حاجات فعلا حقيقية لارض الواقع. بس اغلبها بيكون ديجيتال زي مثلا كورس. زي طريقة للتسويق. زي برنامج. برنامج بيديك مثلا حاجة معينة او خدمة معينة. لكن لو عملت دفعت اكتر هتاخد خدمات اكتر. فانت لو بتيجي تسوق بتسوق الخدمة البسيطة اللي في الاول. بعشرة دلار. هتسوق هو ممكن يديك العشرة دلار كاملة. خلاص انت باعت المنتج خدت العمولة كاملة مية في مية في جيبك. سواء في اوبسيل او في اشتراك شهري اي حاجة هتدفع بعد كده للمنتج ده انت ملكش فيها. يعني الراجل ده ممكن يقعد سنين بياخد فلوس من المنتج ده وانت كل اللي اخدت العشرة دلار بتاعت اول مرة وخلاص. فالافيليت ماركتنج انت تاخد العمولة على البيع. العمولة بقى اللي انت متفقين عليها او لصاحب المنتج محددة. وفي دروب شبنج. دروب شبنج ده بقى قصة. قصة جنيلة جدا وهي عبارة عن ان انت راجل سنصار وسيط. بيتجيب منتجات من الصين. طبعا انت مش بتجيب عندك. خلاني بس خلاني نقول بتجيب يعني. انت بتجيب متنق منتج من الصين قيمته من واحد دولار لتسع دولار مسلا او عشر دولار. وتبيعوا الناس برة في امريكا وانجلترا. بخمسين وبسبعين واحيانا بمية وخمسين دولار. بتاع انجلترا بيدفع لك انت المية وخمسين دولار. انت تروح لبتاع الصين تدلو بتسع دولار بتوعه. بتاع الصين بيبعت المنتج للراجل في استراليا انت ملكش دعوة به. الراجل في امريكا انت ملكش دعوة به. انت خلاص خدت عملت خدت المبلغ اللي هو المية وعبعين دولار السرق. والتاع الصين بيبعت? المنتج. الراجل بيستقبل المنتج تمام وصلوا حاجته وانت بره الموضوع. كل الحكاية انت سمصار. وبتاخد فلوس مستك او شغلك كله ان انت بتاعرض منتج وبتقول للمنتج ده جميع مية وخمسين دولار. الراجل ده يقول لك انا عايز المنتج الجميل اللي انت بتاعرضه ده. تاخد مية وخمسين دولار وتروح للراجل بتاع الصين الغالبان تقول لك يعمل عشر دولار بتوعك. ابعت المنتج ده الراجل الفلاني الفلاني في امريكا. خلاص كده ما هماتك خلصت. ده دروب شبنج باختصار. والحاجة التالتة اللي فيه ناس كتير او بتحبها هي البرينت او برودكت. اه اتباع على التشيرتات عن مخدات على الكافرات الموبايل. فيه شركات كتيرة بتجيب لك الحاجة دي خام وانت اختار التصميم اللي هيطبع عليها. اه اتبع التصميم او خطه عليها واعرض الحاجة داع الصفحة وبعد. على اعرض المنتج بتاعجه ايا كان بتايا انجي طريقة. والراجل اللي هيشتري بيخش على الموقع ده. اللي فيه اصلا المنتج اللي انت طبعت عليه ده. يشتري لو هي الحاجة بخمسين دولار ولا حاجة. اه الراجل ياخد الكافر بتاعه واخد انت الباقي. ممكن الكافر يبقى عشرين دولار عشرة وانت ده اخد بقى التلاتين والهربعين باقيين. لان انت صميم بتاعك وانت اللي عملت داعي. جميل? ده برضو باختصار. بالنسبة للافليت ويب سايت. اللي بيحصل كل اتي. انت راجل اخترت منتج. عملت له موقع. موقع ده ممكن يكون بلوج مدونة. ممكن يكون صفحة بيع. ممكن يكون اي حاجة. فالزائر بيخش على الموقع بتاعك. ممكن يكون موقع يعني مسلا خذنا نتكلم عن ايفون اتناشر. الجديد. انت راجل بعمل صفحة او عمل صفحة او موقع بيتكلم عن ميزة ايفون اتناشر. مميزاته ومعيوبه بتستخدمه ازاي طرق استخدام ايا انت بتعمله. فالزائر يخش يلاقي الموقع بتاعك يفتح الموقع بتاعك. يعجبه الكلام. يعني يخش الاول على جوجل. يدور انا بدور على ايفون اتناشر. فجوجل يبعط له الموقع بتاعك. او انه يعرف الموقع بتاعك فيخش عليه على طور. زي ما احنا بنعمل زي الوقتي زي مسلا انت بتخش بتكتب سعر ومواصفات ايفون اتناشر. فتلاقي جوجل يلبلك رصة مواقع كده. انت بتبقى عارف موقع منها زي موبيزيل تقريبا او حاجة زي كده. فانت بتخش على الموقع ده وتشوف الميزاته عيوب. او لو انت عارف اسم موقع اصلا من الاول بتخش عليه. اه بتخش على تفتح النت وتكتب موبيزيل دور كوم. جميل. الحالتين الزائر بيوصل للموقع بتاعك سواء عن جوجل سيرش او سواء انه بخش مباشرة. الموقع بتاعك بيعمل الريفوك جميل وفي الاخر بيحط لينك الشراء بتاع الايه التليفون. طبعا لينك الشراء ده لينك افليات. افليات دي يعني الراجل البيع ده بيديك لينك مخصوص بيك انت اللي يخش عن طريق اللينك ده ويشتري بيديك انت عملتك. فانت تبعته على مسلا كليك بنك او رابط الشراء ايا كان ايا كان نوع او موقع اللي هيشتري منه الزائر المنتج. يخش هناك يدفع الموقع ده يبعت للزائر المنتج ويبعت لك انت عملتك. انت مارش يضعب منتجات. وانت كل حكاية انت بتسوق بطريقة معينة. الراجل بيخش عندك يقتنع بكلامك. فعلا المنتج ده جميل. يخش عشان يشتري. يروح يشتري من كليك بنك. يدفع الفلوس هناك. او كليك بنك طبعا ده مجرد اه يعني ايه? مجرد موقع مكتوب ممكن تكون ايه موقع تاني يعني. يعني انت خش على ايه حاجة مش لازم كليك بنك. فالرجل يخش يدفع الفلوس اه المنتج يبعت له. انت خلص كده اخدت عملتك. تمام تمام فيش ايه مشكلة. ده بنسبة للافليت ويب سايت. اه نشوف اه المواقع كده للافليت ما اصحى المواقع موجودة ايه? ونشوف اه ممكن يكون الشتغول يباعة ازاي او كلام من ده. يلا بينا. من مواقع الافليت المشهورة جدا في السوق وبالذات الاجنبي واللي اكتر الناس بتشتغل بيها وبتعمل اه فلوس محترمة جدا. كليك بنك. اقدم موقع واشهر موقع. دي جي ستور اربعة وعشرين. ده موقع جديد. سوريا وانيت عندي فيه مشكلة. ده موقع جديد لكن فعلا فعلا يعني طالع بسرعة وبينتشر بسرعة وبياخد مصدقية بسرعة. طبعا من اقدم المواقع واسهل المواقع اللي ممكن تشتغل معها. ده كل منتجات ديشتل. كورسات اه بوك اه بتاع كتاب مش عارف ايه كلام من ده باتباعه بسرعة وباتباعه مبالغ كويسة. الناس بتعمل منها فلوس محترمة. و برضو ده موقع ايدين جدا بس انا شخصيا زي ما قلت قبل كده ان انا ما بحبش اشتغل به لانه معاقت شوي. فانا بحب اشتغل جدا في كليك بنك و بورير بلاس. انما الاربع مواقع كويسين جدا وانت هتقدر تشتغل بهم بتعمل بهم فلوس محترمة. وان شاء الله هنعرض طرق. وازا تقدر تشتغل مع الناس دي وجيبنا فلوس كويسة. وكليك بنك بالذات او الطريقة دي هتكون عليها التركيز جدا او طريقة الافليلت فيب سايت هيكون عليها تركيز جدا لان ده من واحد من اهم الطرق اللي فعلا تجيب بها حاجة اسمها باسف انكم. تقعد في بيتك معزز مقرم بعد ما خلصت موقعك وشغلت وعملت له السيء المحترم اللي هنشرح يعني ايسيه بعدين. وعملت له شغل كله بحيس ان الناس الموقع يتشاهره والناس بتخش له من غير اي مجهود منك. في الحالة دي انت بتنسى الموقع. الموقع بيجيب لك فلوس كل يوم. كل يوم بيدخل لك منه الناس تجيب لك فلوس وانت نايم وانت خارج وانت مسافر بتتفسح معيالك. الموقع شغل وبيجيب لك فلوس. بتسيبه وبتعمل موقع تاني في حاجة تانية. هو ده الشغل على انترنت. هو ده فعلا العمل على الانترنت الحقيقي. انك يبقى ليك مكان ليك موقع تشتغل به. وطبعا الكلام ده هنشرحه بعدين بالتفصيل. احنا بس النهاردة عشان الفيديو طول احنا بديفهم بس ايه نقط عامة عن الموضوع. نرجع نكامل تاني بقات الاخر نقطين. عبارة عن زائر. مش زائر ده بيخش على جوجل يعمل بحث عن سعر جالي. فجوجل يحوله على موقعك اللي انت عارض فيه السعر جالي. طبعا ده دروب شامنج ده ببقى موقع مش مش مدونة. موقع معروض في منتجات. زي مسلا سوق دوتكم او كلام ده كل. او انه بعرف الموقع بتاعك اصلا وتعامل معها قبل كده فيخش المباشر برضه. يخش على جوجل يدور وجوجل يحولك ليه? يا اما بيخش لك مباشر. راجب ليخش عندك بيشوف الساعة بتعجبه. بيتفعلك في المبالغ المطلوبة. سبعين دولار تمانين دولار ايا كان. انت بعد ما يدفعلك المبلغ بتقوم رايح لعلي اكسبريس اللي هو اكبر مورد للصيني للناس اللي شغل على دروب شبنج في العالم كله. تقول له هات الساعة اللي راجل ده طلبها مني. الساعة وبتتفعله تمانها اللي يكون مسلا تمانية دولار تسعة دولار عشرة دولار وبقيت الخمسين دولار مسلا بتوعك انت. علي اكسبريس يشحن الساعة دي الزائر ايا كان. ايا كان مكانه فين. امريكا استراليا كندا ايا كان هو فين. انت ما تخصكش خلاص. انت بتاخد الخمسين دولار. تدفع لعلي اكسبريس العشرة دولار تمانية الساعة. علي اكسبريس يبقى تهر الراجل ده. مع الوضع في الاعتبار انه ما بيحطش مع الشحنة اي حاجة تثبت ان المنتج ده جاي من علي اكسبريس. بالعكس انت لو طلبت منه ان هو يحط اللوجو الخاص بموقعك انت هيحطه. يبقى كدك ان المنتج بتاعك هو اللي راح للراجل. على الاكسبريس ده مليش مكان بينكم. فطبعا الطريقة دي كويسة جدا اللي عايز يعمل اسمه او يعمل نفسه اسم بالسوق. باسمه معين زي مسلا اي اسمه زي فيلبس مسلا. تسمي نفسك شركة فيلبس او ايا كانت وتروح تجيب منتج بصيني تحط عليه اللوجو بتاعك والراجل اللي هتقول لك اللوجو بتاعك ويبعاته هو كمان للراجل اللي بتشترك. يعني انت ملكش اي داخل. كل الحكاية انك بتاخد الفلوس. تعطيك جيبك وشكرا. بس طبعا دي لها بروسس هنشرحها بعدين ولا لها مصاريف شهرية وكلام من ده. فدي محتاج استثمار شوية عشان تشترك. لكن طريقة كويسة جدا للربح مش عايز اقول لك ان فيه ناس بره بيعملوا حرفيا ملايين الدولارات شهريا. حرفيا ملايين الدولارات شهريا. وهوريد دلوقتي حالا. وجال انتشوف كده موقع من مواقع دروب دروب شبنج اللي موجودة. وشوف راجل ده الموقع ده اشتروه كام? وبيعمل كام تقليل. دي اكبر منصة بتعمل مواقع بسهولة. كل الحكاية هو بيقدم لك كل حاجة انت بتخش تلاقي كل حاجة جاهزة. البروسس كله مفيش اثر من كده اكتر من ان انت بتصمم شكل الموقع لا غير ما بتعملش. وبتختار منتجات وهو بيقدم لك كمان ادوات. بتجيب لك المنتجات دي تحطها عندك وتحط صورها وتحط اسعارها وتحط كل حاجة في سانية. من غير حاجة منك انت. اكبر منصة موجودة اسمها شو بي فاي. شو بي فاي بي بيسديك اربعتاشر يوم تريال. واكد تقريبا متحسبك تسع عشرين دولار في الشهر. موقع بتاعك عليهم. عندهم. انت ما تشيريش بقى لدومين ولا كلام ان ده كل ما تشيريش قضي هست ولا حاجة. تكل الحاجة بتشتري دومين او اسم موقع تربطه بالشو بي فاي ده عشان يبقى الموقع بتاعك دوت كوم. بس. غير كده كل حاجتك عندهم. دي ده يعني موقع من المواقع المعمول في شو بي فاي. موقع ده عن اه يعني هدوم رجالي. ملابس رجالي. تعال نشوف كده. تعال نشوف مسلا ادي بنطلونات ادي حاجات دي على فكرة مش بتاعة الراجل. الراجل ما عندهش حاجة من دي خالص. قدرنا مسلا نخش على البنطلون ده. البنطلون ده كان بمية وطمنتاشر. اه مية وطمنتاشر دولار واربعين سنت. مية طمنتاشر دولار واربعين سنت. انا دخلت هنا وصلت للموقع ده. عجبني البنطلون. عجبني الحاجة بتاعته. اختار اه هو ايه? ان هو ايه سلم ولا لونه ايه? ولا حجم اسو كام ولا الدنيا فيها ايه? شايف حتى كل حاجة لها متغير. يعني كل سعر كل حاجة لها سعرها. وخلص واختارت المنتج اعمل ان انا عايز اشتري. ده خلصان. ده خلصان مش موجود عنده. ده منتج مش موجود. المهم. المهم ان نرجع تاني للصفحة الاولينية. عشان نجيب منتج موجود ونشوف ازاي عاملية بالتم. انا اخترت اي ان كان. انا اخترته ايه? اصلا اه. خلص انا اه عايز المنتج ده. اه بمية واثنين. هدخل اعمل اتو كارد. وادفع للرجل واخلص عملية الشراء. وحط الفيزا بتاعتي وادفع له. مية واثنين دولار. لو احنا ذي الوقتي حالا دورنا على البنطرون ده. على علي اكس بريس. هتلاقي مش معدي مسلا عشرين دولار خمستاشر دولار. كلام فاضي. وهو بيحط سجيبه مسلا تسعين دولار. على كل عملية بيع واحدة. الموقع زي ده بيكسب يوميا. يعني عايز اقولك الموقع ده ده اخلي في اول اه نتائج بحس. يعني معاك ده موقع ده مشهور جدا وشهور كويس جدا. بيعمل ملايين ليوميا. شهريا قصدي اسف. ملايين الدولارات شهريا. ملايين فعلا حرفيا شهريا مش مبالغ. الراجل بيخش عندك يشتري منك. انت كساحب موقع زي ده. يتقوم راه لعمك علي اكس بريس تولي عم علي. خاتلي البنطرون الفوراني. اخسر لي مسلا كده. بانس. مسلا من. بنطرونات رجالي. جميع. خش بقى شوف منطرونات الرجالي عمنا كم عند رجل الطيب ده وشوف رجل ده بياخد فيها كم? بسايف? شايف? الحاجات دي انت بتاخد عليها ما بلغز محترمة جدا. يعني تتكلم في ثلاثة دولار. دي كلها منطرونات آآ ترنجات مسلا. منطرونات خروج اهو. ده مسلا اتناشر دولار. انت ممكن تيبعه تسعين. آآ تلاتاشر دولار ممكن تيبعه بتمانين. فرق رهيب. وانت الشحن جميع مش عليك. هو اللي بيسفع على الشحن. مش انت. ده منطرونات تلاتاشر دولار. لو هتاخد واحد او اتنين بتاخده بستاشر دولار. ورفيو بتاعه محترم. لو عارضت عندك في الموقع بتسعين ولا بمئة دولار هتبيعه. والفاق في جيبك تبانين دولار في جيبك. طبعا الموضوع جميل جدا وسهل جدا. بس اشواء الدعاية وشهات مصاريف. اللي هو انت معاك تقدر تستثمر فيه بتشتبه. نخش على بعد كده. بعد كده واخر حاجة ودي بتبقى عايزة بقى ايه رجل اعمال فعلا. لكن شغالها كله على الانترنت هي الاي كوميرس. الاي كوميرس هو موقع بيع منتجات اونلاين لكن غالبا بتكون المنتجات دي خاصة بيا انا. منتجات دي فعلية عندي انا. اه موبايلات اه جرارات زراعية اه سمات زراعي بقى يعني فهم? حاجات مطبخ ايا كان اللي انا ببيعه بس عندي. دي منتجات فعلية موجودة عندي. او طبعا منتجات بس خاصة بيا انا برضو. الاي كوميرس اا اقرب مثال لها وودافون وتوشيبه او وتوشيبه العربي. خلنا نبص عليهم ونشوف عملينا ازاي? ده موقع ده موقع اا اي كوميرس لتوشيبه العربي. كل الحكاية هتخش هتلاقي المنتج سعره اتو كارد. ايه الفرق من ده ومن دروب شابنج? ان دي حاجته. دي حاجته هو عنده هو. اا دي موجودة في مخازنه ومنتجات خاصة به هو. تقدر انت تعمل موقع اي كوميرس وانت ما عندكش منتجات خاصة بك انت? انت اللي بتنفزها? اه طبعا. يعني لو دخلنا مسلا عنده موجود حاجة ازاي بتاعت بودافون دي. هتلاقيه عرض ايه? عرض تليفونات اوبو. تليفونات سامسونج. تليفونات قبل. كلها مش حاجته. لكن عنده منها. عنده كمية في المخازن منها. طيب يا عملي محمود انا عايز اعمل كده مسلا او انا معي فلوس وعايز استثمرها واعمل لنفس الموقع النت باسمي والحوارات دي كلها. فاكر علي اكسبرس. اه. فيه بقى الاصل بتاعه اسمه علي بابا. علي بابا. موقع علي اكسبرس. اه ان انت تجيب منه منتجات اه الطاعي. انما علي بابا تقدر تجيب منه منتجات كمية. جملة. تقدر تتواصل مع علي بابا ده. مع مورد للمنتج اللي انت عايز تشتغل فيه. تقول له يا عم علي بابا انا عايز اشتغل في كزا. انت سعارك ايه? هيقول لك مسلا خليني مسلا عايز ان نتكلم. اي منتج زي مسلا ده. ماشي. خلانا نتكلم في ده. اه يا سطر يا رب. خلانا نتكلم في ايه طيب. اي منتج يكون منتج كويس. مسلا مسلا. ماشي. خلاص انت استقررت على المنتج ده وعايز تبيعه عندك بكميات. يا عم علي بابا انا الرجل دلوقتي عايزة بقى استورد منك اه المنتج ده. ويبقى عندك في المخازن وتبيع منه براحتك بقى. يعني في ناس كترة بتعمل كده على فكرة منها جومية ومنها سوق دوتكم. ده الشغل اللي بيشتغل في مصر بس عايز منك شوية اه مبنغ في الاول. فوالله بيقول لك انا انت هتاخد مني من حتة لتسع حتة هتدفع تمانية دلار على الواحدة. هتاخد مني مية واحدة هتدفع ستة دلار. هتاخد اكتر من خمسمية هتدفع عن الواحدة خمسة دلار سمعيني ارشي. طبعا غير الاستراد والمصرف الشحن والكلام ده كله. فانت بتشوف بقى انت عايز تشتغل في ايه? وتتصل به وتتفق معاه وبيبعت لك عينة من المنتج تجربها تشوف هتستاهل ولا لا بتدفع تمان عينة طبعا. قولي بس انا بعتلي حتتين او تلاتة وتدفع تمانهم وتجيبها عندك وتجربها وتشوفها وتبيعها وترجع تجيب من نستك تحطه عندك في المخازن تعمل لنفسك موقع زي ده تغيرت في المنتج ده او منتجات كتيرة طبعا وتبدأ تبيع. ده وده يفرق بينك وبين لان انت المنتج فعلي عندك انت في المخازن. في ريسك شوية ان المنتج ما يتبعش او المنتج يكون مسلا موسمي او كلام من ده لكن في الاخر انت بتبدل نفسك برند باسمك والمنتج اللي هيجيله ده هيحط عليه اسم البرند بتاعك باللوجو بتاعك. ولو عايز تيك تخص بيجي انت كمان بتحط مش هجيلك بدي انت تقول اللي انت عايزه. انا عايز المنتج ده يجي عليه بتاعك بتاعك كزا بيتبعت له اللوجو وتقول له انا عايزه مكتوب عليه مسلا ميدين ايجيبت. يجيلك لغات عندك بالواصفات اللي انت عايزها وبيتبيعه باسمك. منتج باسمك. وده بيكون. طبعا مش كل الناس كش كل الطرق يتمشي مع كل الناس. كل واحد ليه دماغه وكل واحد ليه طريقة. بس هيجي نصيحة مني. اختاري الطريقة اللي انتناسبك وكميلها للاخر. كل طريقة من دي لها مئات الطرق ومئات المسود ان انت تجيب منها فلوس. يعني لو انت اخارط طريقة الخدمات الخدمات فيها طرق جدا جدا جوا طريقة الخدمات دي ازاي تجيب فيلوس. لو دخلت في , mi فيه طرق كتيرة جدا للترويج وازاي تختاره العروض وازاي وازاي وازاي. اختار هدف من دول. طريقة من دول. وبدأ تدور في الطرق الترويج لها او انك تشتغل فيها. واختار طريقة واحدة من اللي انت شفتهم وكمل فيها لغاية ما تجيب نتيجة. ما تبدأش في طريقة. تقول لها ما بنفعتش انا هجيب طريقة تانية. ما تشتتش نفسك. ما فيش حاجة ما بتمفعش. طلب الرجل اللي قدامك شقال راح لك وقال لك جابت معي فلوس او شفت حد جاب منها فلوس. انت كمان تقدر. ادخل واشتغل وكمل وفي الاخر بعد ما تنجح جرد طريقة تانية. اكتر اسباب الفشل في العمل على انترنت هي التشتيت. انا الطريقة دي مش نافعة لا ده الطريقة تانية بتجيب فلوس اكتر. لا انا فيش الكلام ده. امسي الطريقة اشتغل فيها. امسيكها للاخر وبعد نمقرر زيكوطة لغيرها ولا لا. وفي النهاية اتمنى ان انتم كل استفدتم فعلا من كلام اللي قلت ده. واتمنى انكم تفيدتكم وفهمتكم ازا كان الموضوع فعلا النصب ولا حقيقة ولا ايه. اا قبل ما مانهي يا ريت بس وانتم بتدوروه على الانترنت طرق الربح على الانترنت والكلام ده بعيد وخالص عن حاجة اسمها الربح عن طريق النقرات. اا الربح من طريق الاحالات. اا اشترك وهات صديقة في اشترك. والكلام ده كله كلام فاضي ومضيع للوقت. ومش حقيقي. معظم الحاجات دي مش حقيقي. اا مواقع الاستثمار اللي هي بيقولك مواقع ده جديد ولسه فاتح والكلام ده بعيده عن الكلام ده يا جماعة بنلاقي عليكو. اا ما ضعوش وقتكو وفلوسكو في الفاضي. ركز ده اسمه العمل على الانترنت. انت داخل تشتغل مش داخل تضيع وقتك. مش داخل على شوية نقراء على شوية روابط وخلاص. انت داخل بتبني حاجة لك انت. انت ترامى داخل تعمل حاجة في الاخر هتبقى بتاعتك انت. العائد منها جاي لك انت. ده اسمه العمل الانترنت. انما هتشتغل تعمل حاجة لغيرك. ده مسموش عمل الانترنت ده اسمه تضيع وقت. فطبعا ده يرجع لك. اا واتمنى ان انا فعلا يكون شرح افادكو النهاردة. واتمنى انتو تستفيدوا. ولو فعلا افادتوكو وحسيتو ان شرح وصلوكو وفهمتو اللي انتو عايزين تفهموه. يا ريت نعمل اا سبسكرايب ونفعل زر الجرس. وانضغط على اللايك تحت. ويا ريت لو تقدر تشارك الفيديو مع زمالك عشان لو حد حابب يستفيد تفيده بازن الله. ان شاء الله نشوفها بعد في الفيديو الجاي ومع طريقة اللي دي ان شاء الله ومفيدة. ازاي تبدأ الشغل على انترنت. هتكون فعلا طريقة حصرية وطريقة محدش بشرحها عن نت ومحتقرة جدا بازن الله. الفيديو هنزله مع بعض فمفيش ان شاء الله انتظار. لو شفت الفيديو ده رح شوف على طول الطريقة. ويبدأ ان شاء الله النهاردة يشتغل وبامر الله يكون ده اسلوب ربحي ليك وسبب رزق جديد ليك. وربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله. السلام عليكم.